بعد تحقيقات موسعة اعترف ثلاثة أشخاص تم القبض عليهم في حادثة سرقة شكات من بلدية إربد اعترفوا بسرقة مكتب بريد مخيم الشهيد عزم المفتي قبل عدة أشهر وإضرام النيران فيه وفقاً لما صرح به مصدر أمني التفاصيل في هذا التقرير يوم الثالث والعشرين من شهر تشين الثاني من العام الماضي اقتحم ثلاثة أشخاص مجهولين إلى مكتب بريد مخيم الشهيد عزم المفتي في إربد عن طريق خلع وكسر الأبواب وصرقوا مبلغ 1300 دينار وأضرموا النيران في البريد بعد ذلك مصدر أمني أوضح أن تحقيقات البحث الجنائي مع الأشخاص الثلاثة الذين تورطوا في سرقة أحد مباني بلدية إربد وأخذ مجموعة من الشكات من داخله وجرى ضبطها بحوزتهم تمكن المحققون بعد التوسع بالتحقيق معهم وربطهم بعدد من القضايا المجهولة التي وقعت في محافظة إربد وحملت أسلوبا جرميا مشابها تم التأكد من تورطهم بحادثة سرقة مكتب بريد مخيم عزم المفتي وأضاف المصدر أنه بعد التحقيق معهم ومواجهتهم بما تم جمعه من معلومات حول سرقة مكتب البريد اعترفوا بارتكابها بالاشتراك وسرقة مبلغ 1300 دينار منه وإدرام النيران فيه وما زال التحقيق جاريا تمهيدا لإحالتهم للقضاء